إلى مركز منظمة أطباء بلا حدود يأتي أبو علي بشكل دوري منذ ثلاث سنوات هو المريض بالسكري يأخذ علاجه وأدويته ويقوم بالفحوص الطبية في هذا المركز بعدما لم يعد بإمكانه تحمل أسعار مستشفيات لبنان الباهظة صاري ثلاث سنين عنده يعطوني الأدوية الحكمة كله ببلاش أنه ما عد فينا نقدر الفوتح حكيم أما عمستشفيات ما يشيه هني وصلونا لهون المسؤولين عن البلد وصلونا لهون طرينا سرنا الروح لوين عشقون الاجتماعية عطباب الحدود عمستوصفات وصلنا لمحال فيه علوة الدواء نقلة لكبر بيروت مع ملاقية كنت طيب مثلي ومثال سرنا 70% الشعب اللبناني تحت حال أبو علي كحال الآلاف من اللبنانيين الذين باتوا يلجأون إلى مراكز الرعاية التابعة للمنظمات الدولية للحصول على الخدمات الصحية بعدما أرخى الانهيار المتواصل للليرة مقابل الدولار بظلاله الثقيلة على الجهات الضامنة صحيا أبتت حصرا لأصحاب الفراش دولار خدمتنا بتضمن الرعاية الصحية الأولية كرعاية الأمراض المزمنة الصحة النفسية رعاية الأم والطفل أو رعاية الصحة الإنجابية كما بتضمن أيضا خدمات متعلقة بالاستشفى بحسب الخدمات في بعض الخدمات تزدادت ثلاث أضعاف في بعض العيادات في بعض الخدمات تزداد 30% عدد المرضى اللبنانية تحديدا مقارنة مع سنين اللي قبل وبعدما كان العدد الأكبر من زوار هذه المنظمات من اللاجئين السوريين والفلسطينيين بات اللبنانيون على أبوابها مستنجدين رحمة فقدت لدى المسؤولين عن الانهيار في لبنان باتت المنظمات الدولية هي الملاذة الآمنة لللبنانيين بعدما حرموا من طبابة بلادهم التي أصبحت تفوق قدراتهم المدية في ظل غياب خطة صحية تؤمن أبسط حقوق المرضى ناهد يوسف الحدث بيروت